استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر لقضبية صباح اليوم السيدة سارا لواريولا وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين حيث بحث سموه معها سبل تعزيز التعاون التنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة في مختلف المجالات وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة وكيل وزارة شؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين إلى مملكة البحرين معربا سموه عن ارتياحه لما تشده علاقات التعاون بين البلدين الصديقين من تقدم مستمر يجسد عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تنمية عرى التعاون مع جمهورية الفلبين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة وأشهد سموه بالجهود التي يقوم بها أبناء الجالية الفلبينية في مملكة البحرين وإسهاماتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة وأكد سموه أنهم يحظون بكل احترام وتقدير من أبناء البحرين من جانبها توجهت وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين منوهة إلى ما تتميز به مملكة البحرين من أسلوب حضاري وراق في التعامل مع كل الجاليات المقيمة على أرضها ومن بينها الجالية الفلبينية وقالت إن الجالية الفلبينية سعيدة بالعمل في البحرين حيث إنها التقت بعدد كبير يعمل في مختلف القطاعات وأعربوا عن ارتياحهم لما تقدمه البحرين من تسهيلات ومن أجواء سلام وانفتاح مشيدة بما تتميز به مملكة البحرين من قوانين عصرية ومرنة في مجال العمالات الوافدة الأمر الذي جعل المملكة ذات ريادة وسمعة دولية طيبة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر